في إطار حرص الدولة على تعريف المصريين بالخارج بالمستجدات التي تحدث في مصر من تنمية عقدت توزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لقاء تفاعليا مع عدد من المصريين في ولاية بوستن بالولايات المتحدة الأمريكية ووضحت وزيرة الهجرة نبيل مكرم أن لقاء المصريين بالخارج ومن بينهم الأجيال الناشئة يأتي إيمانا بأهمية دور المصريين بالخارج في الترويج للوطن كما أشرت الوزيرة إلى جهود دعم الهوية وتعريف بجهود القضاء على العشوائيات مسمنة مساهمة المصريين بالخارج في المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري حياة كريمة